موسيقى نبقى مشاهدين في الأجواء الفنية وأيضا من فرنسا للإضاءة على الأخوين ملص أحمد ومحمد ملص توأم سوري حاز على الكثير من الجوائز على أعماله السينمائية ممثلان ومخرجان يبدعان في بلد الاغتراب بعد هجرتهما من سوريا ينضمان إلينا مباشرة عبر سكايب من مدينة رانس شمال فرنسا أحمد ومحمد صباح النور صباح النور صباح النور مرحبا صباح النور ساعدوا المشاهدين قبل ما تساعدوني مين أحمد ومين محمد أنا أحمد يا هلا محمد أنا محمد يا هلا بالشابين يلي ما بيشبهوا بعض فقط شكلا ولكن أيضا بإبداعهما لنبدأ بآخر أعمالكما أليكسندرا إلى أين ولون القمر أخبرانا عن إلى أين أو إلى متى أليكسندرا نعم هو فيلم يعني نحن بفرنسا موجودين بحكم السورة السورية نحن حاليا لاجئين بفرنسا وانت مضطر تعمل ساعات لغة يعني الحكومة بتجبرك تعملها فنحن أصنع دراستنا لها هاي ساعات اللغة اللي الحكومة الفرنسية خلتنا ندرسها كنا بصف مدرسي في مجموعة من اللاجئين المختلفين من مهدد بلدان لأينا فيه قاسي مشترك بيننا جميعا هو أن كلياتنا فاقدين للوطن وعملنا عم تصنع وطننا الجديد بهذا المكان اللي هو فرنسا وبالتالي حسينا أنه ممكن الشخصيات تكون شخصيات سينمائية وعملنا هذا الفيلم الوسائقي عن الأحداث اللي عم تدور بالصف نعم للحديث أكثر عن هذا الفيلم سننتقل لاحقا مع محمد ولكن لنرى بداية الفيديو الترويجي لإلامة أليكسندرا أو أنك قم بذلك أكثر عن الأحداث اللي هو بجوش تكيب وحصلباً ما فانتحدث عن فرنسان الميلاد كنت تتصل بصلاع على الموالي ستتصل بصلاع على الموالي أنا أجلت على دولة فيها قانون أنا أجلت على دولة فيها قانون بالواقع بالخطأ شفنا الفيديو الترويجي لفيلم لون القمر لنسأل محمد عن لون القمر لو سمحت كأنه يتحدث خصوصا عن العنصرية نعم لون القمر كمان بمرحلة اللجوء يعني بتطلب منك الحكومة في يوم معين مشال الانتقرازيون الاندماج نحن لما رحنا لهذا اليوم اللي نعمل فيه الاندماج نتعلم الاندماج فتعلمنا نحن فيه شخص بفرنسا اللي البروفيسور أو الميسيو يعني اللي بده يعمل هاي الحصة عمل موقف عنصري جدا مع رجل أسواد مع شاب أسواد وحكى معه بكلمة عنصرية كبيرة جدا فعلى أثرها نحن اختلفنا وخرجنا من الحصة وبعدين صار في عنا مشكلة بالأوفي اللي هو المكتب تبعا خاص به التفاصيل وعلى أثرها فكرنا مباشرة نصنع فيلم يعني دائما نحن منحاول ننتصر لأنفسنا بالسينما أو بالمسرح وصنعنا هاد الفيلم اللي اسمه كان لون القمر على أثر هذه القصة يعني يعني حدثت معنا ونحن لليوم على فكرة لا نملك شهادة الاندماج لا أنا ولا أحمد ما عنا شهادة الاندماج دمجنا فنيا يعني بفرنسا فما عنا شهادة الاندماج باخترى بالسؤال أحمد يعني أحمد ما الأصعب العنصرية في فرنسا أم قمع الحرية في سوريا والله قمع الحرية في سوريا يعني أوسكار يعني هاي ما في يعني ما حدا بيقدر يوصل لقمع الحريات لعملت سوريا بالمسر هلا عم تنافزون طبعا بالسيسي بس لا أمام يعني كل المشاكل يعني كل المشاكل مشاكل ولكن دائما ما شاء الله نحن الأنظمة العربية يعني متفوقين بالديكتاتورية والقمع نحن نفشلوا بكل شي بس تفوقوا ما شاء الله عليهم بالقمع قمع الشعوب يعني نعم قد هذا هذا الشغف لإيصال يعني أهمية الحرية بالنسبة للشعب السوري إلى أي مدى يرافقكما في أعمالكما طبعا موجود بشكل يعني موجود بالفترة موجود بشكل حتى ولو نحن ما فكرنا فيه لأنه بالنهاية نحن عشنا بسورة 28 سنة وبعدين سنة واحدة في مصر وشهر في لبنان وبقية الحياة سبع سنوات في فرنسا فنحن فعليا يعني تربينا وعشنا حياتنا كلها بالشرق الأسود كما وصف الله أحد الأصدقاء مرة فحياتنا دائما متجهة بهذا المكان يعني أنا حتى نحن لما أجيت لفرنسا أنا وأحمد ما كنا يعني أعمالنا لما اشتغلنا مسرح واشتغلنا سنيمة ما بتقدر تفكر بمكان آخر أنت لك تفكر باللاجئين بلك تفكر بالحياة اللي عم نتعيشها حتى نحن كنا اللاجئين رغم أنه فرنسا عطتني كتير وهي بلد حبة جدا ولكن ليس مهمة الفن أنه تقدم الأشياء الإيجابية يعني هاي بيعملها حسب البعث بسوريا عنها أما لحنا مهمة الفن دائما تحكي وتشير على الأخطاء فمشان هيك نحن أتجاه عمالنا دائما بنحاول نعمل فيها نقد ولو نقد خلينا نسميه بناء يعني ما بدي قيم العمل بس أنه تنقد الشي اللي بتشوفه خطأ بالمكان اللي أنت عايش في يعني بأعتقد هاي مهمة الفنان المفروض يعني نعم أنتو بتقولوا أنه منكم لي بالمعركة وفن كن هو سلاح كن لنشاهد الفيديو الترويجي لفيلم الفيلم القصير إلى متى أليكسندرا ثم نعود إليكم أحمد ومحمد ملص موسيقى 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 نعم 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 إلى متى يا أليكسندرا والمخرجين والممثلين السوريين التوأى محمد وأحمد ملاص يعني عرفت أحمد ومحمد أن هذا الفيلم حصل على تنويه خاص من مهرجان الأفلام القصيرة في لندن بس كأنه شفنا أنه طريق التصويره هي طريقة تلفزيون الواقع حتى الكاميرا عم ترجف بعض الأحيان هالشي مقصود صحيح؟ مقصود وحاولنا حتى نحن أنه حاولنا حتى نسترسل بأحداث الفيلم نحن بالمنتج نحن نوصل إلى 15 دقيقة صراحة بس لما حسنا أنه الهدف أنه نؤثر الفيلم ونؤثر على إيقاعه ومشاعر الفيلم لا فقررنا نخليه على راحته 27 دقيقة ومقصود أنه ما نطلع من حاولنا يكون الوكيشن كله هو داخل الصف لأنه هاي مشاعر الشخص اللي بيكون لسه فاقد الوطن ولسه عم يبحث عن أنه يصنع وطنه الجديد بتكون مشاعرهم يعني ما عم يقدر يشوف الجمال بفرنسا بيكون كتير الموضوع في نوع من الكآبة حواليه وحاولنا يعني حاولنا ننقل كنيمي مشاعر بطريقة التصوير هو الفيلم محمد بيحكي عن طلق اللغة الفرنسية تماما هو لأنه المعهد هذا اللي بتتعلم فيه اللغة ولكن مثل ما قلنا كنت مثل ما قال أحمد ببداية هو الحكومة اللي بتجبرك على هذا التعلم اللغة فمتل ما بقولنا بكرر كلمة أنه تعلم اللغة هون ليس رفاهي أو أنت لا عم تتعلم اللغة لأنه بدك تسافر لا أنت عم تتعلم اللغة لأنه هذا واجب عليك تعمل بتفيقي الصبح بتغادر وتدخل إلى هذا الصف وتلتقي بهدول الأشخاص اللي هني كلهم قادمين من بلاد تعيسة جدا فتعلم اللغة ما هي حالة سعيدة بقدر ما هي بتحس شغلة أنت مجبر عليها أو أنت توظفت أنك لازم تعمل بدونها أنت بتصير شخص أمي بالبلد يعني الرسالة بتصلك على البريد ما فيك تقراها صحيح هي باب الاندماج تعلم اللغة بس أنتوا كأنوا معوّدين طبعا على التصوير والإخراج في إطار ضيق مغلق يعني أنتوا اللي أطلقتوا مسرح الغرفة من غرفتكم ضيقة بدمشق وكأن هالمسرح لم يعود مقتصرا على المكان بل تحول إلى فكرة صح؟ صحيح يعني أكثر الأحيان يعني الفكرة هي اللي بتقود ماذا سنفعل ولكن أفكارنا يعني دائما بتكون مبنية بهي الطريقة اللي حضرتك حكيتها يبدو قدر قدر يعني ونرحنا لهذا النوع من الأفكار نحنا من بلاد ضيقت علينا كل شيء نحنا من بلاد ما شفنا بحياتنا أشياء عريضة يعني نحنا من بلاد ترشيحنا ندخل عليها جنس كأصغر حشبة مسرح بالعالم صح ولكن هم لأنه بكرهوا الديق ويحبوا الانفتاح فرفضوا ندخل أنا وأحمد ويمولوا هذا المسرح الصغير ومولوا أكبر صينية بقلابة ودخلوا جنس ما شاء الله عليهم مجرد ترشيحكم لموصوعة جنس هذا أمر يفتخر به يخطر في ذهني أنكم توأم أو أخوان ملص ونعرفكم كأخوين ملص يعني اضطرنا بالبداية نعرف مشاهدينا من أحمد ومن محمد هل هذا الشيء يمكن أن يفقد كل منكما هويته الخاصة؟ جاء أنتو لبنان نعم تكون الأخوين الرحباني مثلا حيروا مثال أحد مرة قال العازف العود قال نصير شمى أستاذ زر شمى قال أنه أنتي أحيانا ما بتعرف مين لحن الأغنية من الأخوين الرحباني منصور لما عاصي فنحنا بالنهاية مشروعنا كمخرجين وككتاب عم يكون دائما مشروع صنائي ولكن بالتمثيل نحنا عم نكون يعني عم نكون لواحد مشروعه الخاص لما نكون مسميه على الخشبة أما بموضوع الإخراج فنحنا يعني نحنا ماشيين بهذا الموضوع ومقتنعين فيه لدرجة أنه نحنا لليوم في أفكار يعني ما بنعرف مين اللي حتى نحنا نسينا حتى التاريخ ما حيحاني نعم والإبداع واحد الأخوان ملص أحمد ومحمد شكرا لكما بالتوفيق في فرنسا ونحنا وسئين أنه لقيته في حرية أكتر وأكتر إن شاء الله إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم مشاهدينا بعد الفاصل كوفيد 19 وتحديدا في لبنان ابقوا معنا موسيقى موسيقى موسيقى